إحنا ذكرنا أن فيما بين طريق الحرب والسلام كان في عمل بطولي عسكري وأيضا عمل تفاودي لكن ما تحقق على الصعيدين استند العوامل كثيرة أدت إلى نجاحهم إيه الحاجات اللي استند إليها العمل التفاودي؟ شوفي أولا استند على القعدة الأساسية والتي يجب أن لا نضع أي قعدة أخرى المقارنة بها هو العمل العسكري يعني شوفي قبل التفاوض كام صدر القرار 242 وصدرت عدد من القرارات حبر على ورق القرار السياسي أو القرار الأمم تعني أنت النهاردة شايفة اللي بيحصل في إسرائيل اللي بتعمله وكام إدانة وكام شجبة ولا شيء بيعوه إنما العمل العسكري كان هو الأساس ثم العمل الدبلوماسي إن أنت استطاعتي أن تحشدي الدعم أولا الدعم تحقيق وحدة الصف العربي يعني كل اللي بيحصل النهاردة في العالم العربي من مقاسي سببه تشرزم وانفراط عقد الوحدة العربية أول إنجاز وهو برضو بيستند على العمل العسكري بيستند إلى النصر العسكري اللي هو دفع العرب إلى أحضان بعضهم البعض دفع العرب إلى تكوين حائط صد وتكوين جبهة عربية صلبة تواجه بها العالم فنمرت واحد الحقيقة الدبلوماسية الوحدة العربية أو وحدة الصف العربية ثم الدعم العالمي الآخر يعني المعظم الدول الأفريقية قطعت علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل على مستوى العالم كان هناك تأييد للحق العربي والحق المصري فده أمر نهام جدا شو في أي حرب في الدنيا تنتهي بالتفاوض مهما كانت هناك درجة من القوة كفة عن الأخرى إنما بتنتهي بمعاهدة معاهدة السلام الحرب العالمية اللي انتهت باتفاقية فرساي السمويدة يعني كل الحروب بتنتهي الحروب النابولونية انتهت بالكونسلت في يوروب الحرب التلاتين عام انتهت بمعاهدة أوتريخت وهكذا فأي معارك حربية وحروب بتنتهي باتفاق ومعاهدة نعم